اهلا بكم التقليم هو عملية قطع بعض أقصان الأشجار بهدف تجميل الشجرة أو نزع الأقصان الجافة لزيادة نموها وإنتاجها هو واحد من العمليات الزراعية للنباتات الخشبية من نباتات الزينة والأشجار المسمرة التقليم مش عملية عشوائية لكن له أهداف كتيرة حسب المراد من الشجرة فبالنسبة للأشجار الزينة الهدف تحسين المظهر الجمالي للشجرة زي أشجار الحضائق ونباتات الأسوار كمان تقوية الشجرة الضعيفة وتجديد شبابها بإزالة الأجزاء المكسورة والمريضة والميت أما الأشجار المسمرة فالهدف تنظيم الحمل للحد من النمو الخضري بهدف التوازن مع النمو الزهري وكمان الحد من ظاهرة المعاومة اللي هنوضحها بعد كده إن شاء الله ومن أهدافه توزيع السطح المسمر على الشجرة توزيع متساوي على الفروع بحيث ما نحملش على فروع ونخلي فروع تانية خالية نعمل توازن في الشجرة كمان من أهداف التقليم التحكم في كمية وحجم النمو الخضري والثمري وعدم تجاوز واحد على الثاني أما تجديد طاقة الأشجار واستمرارها في الإسمار والحصول على سمار عالية الجودة من ناحية الحجم واللون والطعم فده أهم أهداف تقليم الأشجار المسمرة والتقليم أو التشحيل موضوعاته كتيرة من حيث وقته ونوع الشجرة وعمر الشجرة والجزء اللي المفروض تقليمه موضوعات كتيرة اخترنا منها موضوع حلقتنا إيه الجزء من الشجرة اللي ممكن يتم تقليمه وده اللي هنعرفه لما نعرف على أي جزء من الشجرة بتنمو السمار أو الأزهار وهم الهدف من الشجرة قبل ما ندخل في تفاصيل الإجابة هننسى شوية الشجرة النباتية وهنتكلم شوية عن الشجرة العائلية شجرة العيلة وتخيل معايا دي شجرة عيلة حقيقية بتتكون من أجيال متعقبة بتنحدر كلها من أصل واحد وهو الجد الأكبر الجد الأكبر في شجرة العيلة اللي بيقابله الجزء في الشجرة النباتية ونرمز له بالرمز إيه الجد والجزء بيعيشوا في المستوى الأول من الشجرة في الدائرة السودة المشار ليها بالحرف إيه والجزء اللي هو المستوى الأول من الشجرة بيشيل المستوى الثاني في أراصه اللي بيعيش فيه الجيل الثاني اللي هما الأباء أبناء الجد الأكبر اللي هيكونوا الأباء للأجيال الجاية وبيهم هتكبر العيلة من تفريع الشجرة ومن نموتها والأبناء بنرمز لهم بالرمز B اللي داخل الدوائر الزرقاء وعددهم اتنين أما الجيل الثالث هو جيل الأبناء اللي بينموا ويترعرعوا في المستوى الثالث وهنرمز لهم بالرمز C واللون الأخضر وعددهم أربعة أما الجيل الرابع بنرمز له بالحرف D وهم جيل الأحفاد بيعيشوا في المستوى الرابع متفرعين من أغصان المستوى الثالث داخل الدوائر الحمرة دي أجزاء الشجرة وهي نفسها الأجزاء اللي بتتكون منها شجرة العيلة بنرجع لسؤالنا على أي جزء من الشجرة بتنمو الصمار أو الأزهار وبالتالي أي جزء من الشجرة ممكن تقليمه ومين الجزء الواجب نسيبه لو حبيت تعرف يبقى أكيد هتكمل معانا الفيديو وهتتابع معانا وتشرفنا بإعجاب لو عجبك الموضوع ومشاركة للفيديو ليستفيد الجميع واشتراك في القناة ليصلك كل جديد وتفعيل زر الجرس دلكل هتبقى زي الفل وانتابع الصورة بتوضح جزء الشجرة أو أصل الشجرة اللي اتفرعت ونمت من كل الأقصان وبرغم قوته وسلطانه على الشجرة كلها ورغم أنه هو اللي شايل كل أجزاءها ومهمته تهيئة الشجرة للإزهار والإسمار لكن ممكن يسمر يعني ممكن يكون جد كبير وينجب أولاد في سن أحفاده تخيل لو حصل ده في الواقع مش مع جدك لكن مع جد أبيك إزاي هتكون ردة فعلك وردة فعل العيلة كلها هل تخيلت حجم المشاكل اللي ممكن تحصل في الحالة دي والكل بيحسب حسته من المراس بالطبع الوضع هيكون له تأثير سلبي على الكل بلا استثناء عشان كده ومنعا للمشاكل مستقبلا يحرم على أي نموات جديدة الظهور في المستوى ده أو منطقة الجزع أبدا وأي حد يفكر مجرد التفكير في الظهور في المنطقة المحرمة يقتل قصا فورا وهي دي القاعدة الأولى في التقليم وإنت مجمد عينيك وبدون تفكير اتخلص من أي نموات في منطقة الجزع بداية من الأرض والحد بداية المجموع الخضري الصورة بتوضح الجيل التاني من العائلة بي اللي هو المستوى بي والمستوى ده بيضم مجموعة الأباء المتخشبة اللي بيتفرعوا مباشرة من الأصل وعددهم اتنين بس ودي أفضل وأقوى الحلاك للمستوى ده ورغم كده ممكن زيادتهم لحد أربع توائم لو حبيت وهم صورة مصجرة للجزع الأصل أو الجد الأكبر وورسين منه معظم صفاته وعشان كده اللي بيسري من قوانين على الجد الأكبر هيسري عليهم برضو لأنهم مش مسمرين ولا بيملكوا أي أجزاء خضرية تماما زي الجزع وممنوع عليهم الإنجاب أو إنتاج البراعم الخضرية من أي نوع مرة تانية من بعد ما أصبح عندهم أحفاد وهي دي القعدة التانية في التقليم عدم السماح أبدا بزهور أي براعم أو نموات جديدة في المنطقة بي أو منطقة الآباء وبنوعا عليه يتم قطع عنق كل من تسول له نفسه مجرد التفكير بالزهور فيها الصورة بتوضح الجيل الثالث أو مجموعة الأبناء اللي بتعيش في المستواسية بيتجمعوا في الطابق الثالث فوق أكتاف أباهم مباشرة وهم مجموعة أقصان أولاد عم ومش ممكن معاملتهم على أنهم أقصان خشبية ولا هم من أقصان الخضرية لأنهم ما بين التخشب والإخدرار وهم حلقة الوصل بين الجيل المعاصر الحالي وبين العصور السابقة المتخشبة الأقصان دي ممكن تحسبهم متخشبين لأن ما فيش فيهم سمار وممكن تحسبهم خضر لأن فيهم البراعم الكمية النامية والأفرع الصغيرة على جوانبهم بيعيشوا في مجموعات وكل مجموعة في فرع واحد اللي هو الأب وهم إخوات مع بعضهم المجموعة دي أو الجيل ده لازم الحرص في التعامل معاهم وعدم السماح لهم بزيادة الإنجاب لأقصر من سبع أفرع ومنسب لهمش الحبل على الغارب القصد الأقصان الخضرية لازم تنظيم نسلهم عشان ما ينجبوش كتير من الأبناء يعني أولدهم أو الأفرع الخضرية الجديدة يعني ما تسمحش بأكتر من العدد المسموح به على كل فرع عشان ما تجهدش الشجرة والأفضل يكون بين كل فرع واللي بعده ما يقلش عن 20 سنتي ده بالنسبة للشجرة ودي هي القاعدة الثالثة في التقليم الصورة للجيل الرابع وأهم جيل في حياة معظم الأشجار جيل الأحفاد أو المستوى D أهمية الجيل ده أنه هو المجموع الخضر الحقيقي وهم غالبا الجزء المسمر في الشجرة بيكون في مجموعات كبيرة جدا متقاربة بيعيش الجيل ده على سطح المستوى السابق له المستوى C بتبدأ براعم المستوى ده في الإسمار غالبا في عمر من عام لعامين على حسب نوع الشجرة وسياسة تربيتها البراعم دي بتحتاج كتير من الحرص وقت التعامل معاها لازم نكون حرصين واجب عليك تقليم كمامها النامية بعد ما تكمل الخمس عيون وما تسمحش لها بالاستطالة أو التمدد لأكتر من كده عشان ما يكونش على حساب السمار والمحصول الكل لكن مع كده هنخلي بالنا النقطة دي عليها ملاحظة إن بعض الأشجار المسمرة زي العنب بيلزم إن احنا نسيب له 12 عين أحيانا في الفرع الواحد لأن صنفه لا يسمر إلا بعد العين الستة أو أكتر كمان المستوى ده في بعض الأشجار بيضم خليط من العيون السمارية والخشبية والزهرية المختلطة عشان كده لازم الحذر جدا قبل قص الأفرع على قانون عدد العيون في الشجرة ودي هي القاعدة الرابعة في التقليم هي يفضل قص القمم النامية بعد خمس أعين مع مراعاة إن الشجرة ما تكونش من الأصناف اللي لازم يكون لها أكتر من خمس عيون زي العنب ما ذكرناه كمثال المستوى ده هو غالباً المستوى السمري اللي بتنمو فيه السمار مفردة أو في مجموعات على حسب نوع وصنف الشجرة وهو واحد من مراحل المستوى الرابعة المرحلة دي كمان بتحتاج لنوع من التقليم بنقول عليه تخفيف الحملة عشان نوفر طاقة للشجرة للعام اللي جاي وما نرهقش الشجرة ونخليها عرضها للقانون اللي سبق ذكرناه وهو قانون المعاومة يعني المعاومة اللي هو الشجرة هتعطي سمار عام وعام لا تعطي يعني عام بعد عام كمان في المستوى ده بنتخلص من السمارات المريضة والمصابة واللي بتزاحم إخوتها والغير مكتملة النمو أو المشوى كمان مكافحة الحشرات والآفات باستخدام المقاومة البيولوجية بقدر الإمكان لأنك بتتعامل مع شجرة مسمرة ونبتعد كل البعد على قد ما نقدر عن استخدام المبيدات الكيموية السامة اللي لها الأثر التراكم المدمر للبيئة وللإنسان للمحافظة على حجم السمار وجودتها وحلوتها وزيادة السكريات بيها بنعمل حاجة اسمها التقليم الصيفي ودي مرحلة بتكون في مرحلة تكون السمار بنقص القمم النامية للمستوى السابق اللي هو المستوى سي في مرحلة ما بعد العقد وقبل الندوك السمري بنختار يوم بارد نسبيا أو نوم معتدر الحرارة ونقوم بأصل قمم النامية كلها قبل المغرب عشان يتوزع هرمون الأكسين على باقي السمرات فبيعطيها حجم أكبر وطعم ألز وسرعة في الندوك كمان ما ننساش إزالة الأوراق اللي بتحجب الشمس عن السمار الصورة بتوضح غصن صغير فيه عدد من العيون اللي عندها استعداد للنشاط في الصورة دي القانون بتاعنا بنخلي عدد ولو 6 عيون وبنتخلص من الباقي مع القمة النامية أما الصورة دي ففيها غصن من شجرة زيتون بنعمل لها تقليم القمة النامية في موسم السمار علشان نتحصل على سمار كبيرة وصحية بمواصفات تجارية وعالية اقتصادي ونسيب باقي الأقسان الصغيرة اللي هتكون مسمرة السنة الجاية إن شاء الله الصورة دي بقى لرسمتين متشابهتين واحدة صح والتانية خطأ في الصورة الصحيحة عين بتشير لمكان نموها إن هي هتكون بعيدة عن قلب الشجرة ودي بنسبها بعكس التانية اللي بتشير لجهة رأسية داخلية لقلب الشجرة فلو حبين نعمل تقليم للغصن بنزيل اللي هتتجه لقلب الشجرة ونسيب التانية الخارجي أخيرا دي قواعد التقليم بكل بساطة ودي قواعد شاملة لمعظم الأصناف السمرية المنتجة لكن لازم نعرف إن لكل قعدة شواز فمثلا إحنا ذكرنا إن الجزع غير مسمر اللي هو الجد اللي هو المستوى إيه لكن جزع العنب مسمر لأن السمار بتسمر على الجزة وكمان شجرة زي الجميز بتسمر على الجزة وغيرهم من الأصناف والأنواع اللي ما بتلتزمش بالقواعد عشان كده بنخلي بالنا قبل قص أي فرع لازم نعرف هو مين وابن مين لأن شجرتك ممكن تسمر من الجيل التالت أو الجيل الخامس أكيد عرفنا إن التقليم مش عملية عشوائية لكن لها أصول وكواعد لازم الالتزام بيها وكمان لازم معرفة الهدف من التقليم اللي بيختلف في الأشجار المسمرة للحصول على السمار عنه في أشجار الزينة للحصول على شكل معين للشجرة وأكبر مثال تقليم أشجار جوهنمية كأشجار زينة للحصول على شكل متسلق أو قروي أو أي شكل بتفضله كمان كل نوع شجرة لها تقليم معين حسب نوعها وعمره وده اللي وضحناه في البداية أكيد موضوع مهم خصوصا لأصحاب الحضائق ومربي الأشجار المسمرة اللهم اجعلوا عملا صالحا خالصا لوجهك الكريم وأجرني به في الدنيا والآخرة اللهم تقبل دمتم بخير